السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شونكم حوابي؟ شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية اليوم نكمل وياكم سلسلة تعلم الأحرف والكلمات باللغة الإنجليزية اليوم وصلنا حرف البي البي اللي انتوا تقولوا يعني بي حرف البي شون ألف ذا؟ أول شيء ألف ذا ينطق لفظ عادي في الحالات الآتية أول شيء ب أو بك بك يعني كتاب بك با با خفاش بات بأ ب بد سرير بد تمام؟ هاي هنانا ننطقه بشكل طبيعي هنانا بهاي الأمثلة ما ننطقه إيش وقت ما ننطقه إذا إجي قبل حرف الأم هذا الأم تمام؟ مثل كلايم الآي أم كلايم السلق كلايم هذا الب ما نلفظه لام يعني حمل أو لحم الضأن هذا ابن الخروف لام الأم تمام؟ بم قنبلة ب وام بم ثام ث آ أم والبي ما نلفظه وهذا تي أتش بعدين ناحظة مرة إث مرة ذ ثام إبهام هذا الإبهام ما ليد زين وما نلفظ البي إذا إجي بعد حرف ت يعني الت يجي ورى البي الت يجي ورى البي شلون؟ مثل دت دت هذا البي شنو؟ ما نلفظه؟ انتبهوا زين؟ دت يعني دين ودوت يعني شك دوت يعني شك بس لكل قاعدة شواذ فهناك شواذ في هذه القاعدة مثلا هنانا إجي الت ورى البي بس نلفظه هاي أمثلة على الشواذ أوبتين أوبتين يحصل أوبتين كل قاعدة شواذ و أوبتيوس معناها منفرج الزاوية أوبت أوبت نانت اللفظ تمام عيني؟ وقبل ما أخلص الشرح أكو باليوتيوب قوائم التشغيل ادخلوا عليها راح تدقون فيديوهات كثيرة تفيدكم أخاف أحد ما منتبه هل لم يود أن نبه من هسه زين عني أمثلة أخرى على حرف البي تفيدكم حياتكم تعلموها وعلموها الأولادكم ب آ بائد باد باد يعني سيء باد سيء شيء سيء ما حلو ب و إ و بير بير هاي الإي والأي اثنين هن ننطقع حرف واحد بير دب بر آ برادر هاي الأو خلوها خفيفة من يجي حرف الأو إن شاء الله نشرحها بالتفصيل برا ذر برا ذر يعني أخ باث هاي الأو لأننا كمينا حرف البي وهو حرف سهل تمام ولا تنسونوا اللايك من إيديكم حلوة ترجمة نانسي قنقر